موسيقى 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 ازايكم عاملين ايه انا محمود نبيل وده فيديو جديد في الفيديو الجديد ده بقى انا جاي عمل لكم مقارنة بين 3 اجهزة بيبتقوا من سعر 4600 جنيه لحد 5300 جنيه والاجهزة دول من نفس الشركة تقريبا مع اختلاف البرندات او المسميات لان انا النهاردة هتكلم عن الريدمي نوت 10 برو وعن البوكو اكس سري برو وعن المي 11 لايت بما ان التلافت اعلم عنهم خلاص وفيه جهازين موجودين في سوق المصر حياليا وواحد الحاجز شغال عليه فانا قلت بقى اقولك تشتري ده ولا ده ولا ده وامتى تشتري اي واحد منهم لو انت مثلا بتحب حتة معينة في حاجة او جاي بالموبايل عشان حاجة معينة فتشتري الجهاز ده اما لو انت عاوز جهاز مثلا متكامل فرابرضو هقولك اني واحد فيهم اللي يعتبر متكامل وبرضو هقولك ليه بس في الاول كده وقبل ما نبدأ عاوزك تنسل تعمل لايك في الفيديو ده وتعمل سبسكراب للقناة وتفعل وزر الجرس لو انت اول مرة تشتني على يوتيوب وما تنساش اللايك عشان الفيديو انتشر وشوفها كبير عدد من الناس ولو في حد غيرك محتار تبقى انت ساعدته باللايك بتاعك ده ان هو يشوف الفيديو فبس كده اصلا كنت قلت على في المقدمة ده وخليها ندخل في موضوع الفيديو بتاعنا على طول ومبدأين كده يا صاحبي خليها نبدأ معاكو بالتصميمات بتاع الأجهزة دي وانا هنا مش هتكلم عن الشكل ان التلاتة أشكالهم مختلفة والتلاتة شكلهم حلو معادة البوكو اكسي سري برو هو يعتبر نسخة من البوكو اكسي سري العادي فانا مش هتكلم عن شكله لان شكله يعتبر مش عجبني قوي انما بالنسبة لريدمي نوت 2 برو والمي 11 لايت فالجهازين دول أشكالهم ممتازة جدا ولو اشتلت جهاز منهم كده وحد يشافه معاك هيحس ان انت شاي الجهاز فعلا فوق العشر تلاف جنيه والكلام ده هينطبط لان الجهازين دول بيجو بتصميمات من الزجاج مع اطار او فريم من البلاستيك اما بالنسبة للبوكو اكسي سري برو فهو بيجو بتصميم من البلاستيك مع اطار او فريم من البلاستيك فبالنسبة للتصميم انا لو هختار مثلا جهاز عشان التصميم فانا هجيب المي 11 لايت لانه أشك واحد فهم فعلا وكمان خامات زجاجك انا بقى بالنسبة للشاشة فخلنا نتكلم معاكو او نبدأ معاكو بشاشة المي 11 لايت لان الجهاز ده جاي بشاشة اموليد والشاشة دي فول اتش دي بلاص والشاشة دي تسعين هرتز مش مية وعشرين ولا ستين وبتدعم اله دي ارتين وبتدعم التين بيت كولر او فيها خصية التين بيت كولر وجاي بحجم ستة وخمسة وخمسين من مية انش فاشة تعتبر ممتازة والشاشة هتديك الوان ممتازة بس ان انا عيفيها في حاجة واحدة بس ان هي جاي تسعين هرتز مش مية وعشرين هرتز وده مش اللعب اللي يخليني اسيب الموبايل عشان الشاشة دي لا ده فعلا انت هتاخد شاشة مقترمة في الخامات وكمان في الالوان وفي كل حاجة ومتنساش ان المي 11 لايت ده من براند مية بتاع شاومي مش ريد ودائما احنا عارفين ان اي حاجة بتبقى من مية او مكتوب قبلها مية مش ريد مية بتبقى خامات تصنيعه ممتازة جدا فحط النقطة دي بالذات في حساباتك وانت بتشتري اي جهاز من شاومي ان انت لو بتجيب من سلسلة المية فانت هتاخد خامات تصنيع ممتازة اما بالنسبة شاشة ريدمي نوت 10 برو فالجهاز انا برضو جايب الشراء موليد بحجم 6 و 67 من مية انش وبجودة فول اش دي بصف و بريفرش ريت مية وعشرين هرتز والشاشة دي بتدعم الHDR10 بس ما بتدعمش التيم بيت كالر فانت هتاخد الوان قليلة سيكا عن الموجودة في المية اليفل لايت بس برضو خلينا اقولك ان جودة الشاشة نفسها بتاع المية اليفل لايت هتبقى احسن من الريدمي نوت 10 برو مع العلم ان انت مش هتلاحز الكلام ده يعني انت هتلاحز ان الشاشتين قرابين من بعض الا لو حطيت الجهازين قدام بعض هتحس ان المية اليفل لايت شاشته الوانها احسن سيكا عن الريدمي نوت 10 برو اما بالنسبة للبوكو اكسس ري برو فالجهاز ده جاي بالشاشة من نوع ibs مش اموليد مع مية وعشرين هرتز بعجم ستة وسبعة وستين من مية انش والشاشة دي بتدعم الHDR10 وجاي بريفرش ريت مية وعشرين هرتز فهي شاشة تعتبر كويسة نفس الشاشة بتاع البوكو اكسس ري العادي مفيش فيها تطور جديد ولو انت عاوز تختار احسن شاشة في دول فاحسن شاشة في دول هي شاشة المية اليفل لايت وبرده خلينا قولك كده قبل منavior علم المعالج ان الثلاث اجهزة دول على هم طبقة حماية من قدامه من ورا الا ان البوكو اكسس ري برو جاي بطبقة حمايةdio ورقةل الساق começar بس فهم عليهم طبقة حماية من ورا ومن قدام ورقةل الساق أم بقى بالنسبةالمعالج هنه فالمية ورقةل الميت ورقةل الساق وهو السناب درجة 732 جي مع معالج رسوميات قدرين 618 والآجزة دي جاي بنسخ كتير يعني ريدم نوت 10 برو جاي بتلات نسخ 6.8 جيجا بايت رام مع 64 او 128 جيجا مساحة داخلية أما بالنسبة للميه الليفول لايت فهو جاي بنسختين بس 6.4 و 828 ونوع الزاكراف الاثنين هنا يقف S2.2 أما بالنسبة للرامات فهيات ده R4X أما بالنسبة للبوكو اكس ستري برو فده وحش الأداء في الفئة السعرية دي الجهاز ده جاي بمعالج من سناب درجة 860 مع معالج رسوميات قدرين 640 والجهاز هنا جاي من رسختين 628 و 8256 ونوع الزاكرا هنا من نوع S3.1 أما بالنسبة للنوع الرامات فهو DDR4X فمن الآخر كده لو انت عاوز أفضل أداء في الفئة السعرية دي هات البوكو اكس ستري برو عاوز أداء يكون كويس فأنا أرشح لك الميه الليفول لايت مع إنه أغلى سيكا بس أنا هاخد الجهاز ده علشانه من سلسلة الميه من شاومي مش من سلسلة الريدمي أما بالنسبة للكاميرات فخلنا نبدأ معاكم بكاميرات الميه الليفول لايت اللي جاي هنا بكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل بفاتة عدسة 2.5 والكاميرا دي كاميرا معتادة جدا شفناها في أجهزة كتير إلا إن أنا أتوقع إن الأداء بتاعها يبقى أحسن شوية لأن المستشعر اللي هنا معروف هو من سوني IMX472 والمستشعر ده يعتبر كويس جدا على عكس أجهزة كتير المستشعر فيها ما بيبقاش معروف أما بالنسبة للكاميرات الخلفية هنا فالجهاز هنا جايب أربع كاميرات الاسي 64 وكاميرا 8 ميجا بيكسل للزاوة وكاميرا 5 ميجا بيكسل للتصوير الماكرو وكاميرا 2 ميجا بيكسل لازل أما بالنسبة ده ريدمي نوت تيم برو فالجهاز ده جاي بالكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل بفاتة عدسة 2.5 بس المستشعر هنا مش معروف وأنا أتوقع إن الأداء بينه وبين الميه الليفول لايت مش هيبقى فرق كبير يعني آزا ما قلت لك ممكن الميه الليفول لايت تتفوق شوية عنا ريدمي نوت تيم برو بس مش هيبقى الفرق الواو يعني أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالجهاز هنا جايب أربع كاميرات الأساسية بدقة 108 وسبق من الأرقام اعتبرها 64 محسنة مع 8 ميجا بيكسل للزاوة الواسعة وخمسة ميجا بيكسل للمكرو واثنين ميجا بيكسل للعزل أما بالنسبة للوحش الأداء البوكوكس تري برو فهو جايب كاميرات ضعيفة جدا معدل كاميرا الأمامية تعتبر كويسة لأن الكاميرا للمية يعني عشرين ميجا بيكسل بفتت عدسة 2.2 أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالجهاز هنا برضو جايب أربع كاميرات الأساسية بدقة 48 وكاميرا 8 ميجا بيكسل للزاوة الواسعة وكاميرتين كل واحدة منهم بدقة 2 ميجا بيكسل واحدة العزل والتانية المال فلو أنت عاوز جهاز يدي الكاميرات ممتازة ومش فارق معها غير الكاميرات فهات ريدم نوت تيم برو عاوز جهاز متكامل كده ويكون الكاميرات بتاعته مش وحشة برضو فهات المي 11 لايت عاوز جهاز كاميرات تكون وحشة هات البوكو اكسي سري برو برضو خليني أقول لك أن التلاتة بيدعموا الموايك العزل للدوضاء والتلاتة بيدعموا الستوريو سبيكر والتلاتة فيهم بصمة في زرار الباور أما بالنسبة للمدخلة 3.5 ميلي فهو موجود في الريدم نوت تيم برو والبوكو اكسي سري برو مش موجود في المي 11 لايت وكمان خليني أقول لك أن انت عندك المي 11 لايت والبوكو اكسي سري برو ما ينفعش تركب شريحتين مع كارت موموري يا شريحتين يا إما شريحة وكارت موموري أما بالنسبة للريدم نوت تيم برو فينفع تركب شريحتين مع كارت موموري عادي وبردو خليني أقول لك أن التلاتة هنا فيهم 2 اف سي أما بالنسبة بقى البطاريات فخليني نبدأ معاكم بطارية المي 11 لايت اللي جاي هنا بطارية 4.250 ميلي أمبير بتدعم الشحن السريع 33 واط أما بالنسبة للريدم نوت تيم برو هو جايب بطارية 5.020 ميلي أمبير وبتدعم نفس الشحن السريع 33 واط أما بالنسبة للبوكو اكسي سري برو فتجاي ببطارية 5.160 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع 33 واط برضه زي ما قلت لك التلاتة اجهزة تولي سعرهم متقرب جدا وتقريبا كل فرق بين جهاز وجهاز 100-200 جنيه فلو انت عاوز تشتري جهاز متكامل ويكون جهاز كويس كده وقامة تصنوعة موصوقة منها فهات المي إليفن لايت عاوز جهاز كاميراته كويسة هات الريدمي نوت تيم برو عاوز جهاز المعالج بطاعه قوي فهات البوكو اكسي سري برو تقريبا كده انا لخصي لك كل حاجة في المقارنة دي لو انت عاوز تشتري كزا 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 عاوز تشتري كزا كزا عاوز جهاز متكامل والمعالج بتاعه قليل شوية وكاميراته قليلة سيكة فهات المي إليفن لايت وخلي بارك برضو عشان تبقى فايل مش معنا ان انا قلت ان مثلا الكاميرات هنا قليلة سيكة والمعالج هنا ضعيف شوية فهيبقى الاداء واحش لا هو 860 احسن طبعا من الـ 732 جي والكاميرا المية والتمانية هنا اللي انا باعتبرها 64 محسنة هتبقى احسن من الـ 64 الموجودة هنا بس مش الفرق الواو اه المعالجة يبقى الفرق الواو بس خلي بقى لك ان ان انت هتخسر في البوكو اكسي سري برو حاجات كتير انما زي ما قلت لك لو انت عاوز جهاز متكامل فالمية إليفن لايت فبس كده دي هتبقى كل حاجة فيديو بتاع النهاردة بشو بقى ستعمل لايك الفيديا سبسكراب لقناة وضفع لزر الجرس طبعا على سبع نستجراب وبس كده دي هتبقى كل حاجة فيديو بتاع النهاردة مع محمد زبيل هشوكو فيديو الجاي كتير يلا بيس